بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أو سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أفاره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم الباقيات الصالحات وعنوان حلقة لقاء هذا المساء وهذا أخي وهذا مجتزأ من قول الله عز وجل في سورة يوسف قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين مر معنا الحديث كثيرا عن خبر نبي الله يوسف لكننا سنختار الأخوة من هذه الآية الله عز وجل أخبرنا في قصة يوسف كيف أن إخوته اعتمروا عليه فعقوا أباهم وعاذوا أخاهم وكان ليوسف أخ شقيق اسمه بن يامين كان يناله من الأذى من إخوته كالذي نال يوسف لكنه لا يرقى إلى تآمرهم عليه كما تآمروا على أخيه يوسف سطاع الإخوة إقناع نبي الله يعقوب أن يأخذ يوسف معهم إلى البرية ثم رموه القو في غيابة الجب كتب الله لسيارة قافلة عابرة مارة أن تلتقطه بيع يوسف أوا به الأمر وانتهى إلى قصر عزيز مصر هناك تعلقت به امرأة العزيز فاستعاذ بالله من شرها وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوان خير ما بين السجن ما بين الفاحشة فاختار السجن قائل ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يكتب الله عز وجل أن ملك ذلك الزمان يرى رؤيا في منامه يعجز أهل التعبير والتأويل من من حوله أن يروا لها تأويل يصل الأمر إلى يوسف فيوفق في التأويل فيكون ذلك سببا برحمة الله أن يخرج يوسف من السجن يحصل حديث وكلم ما بين نبي الله يوسف ما بين الملك فيقع في قلب الملك بقدر الله الإعجاب بيوسف فيخشى نبي الله أن يجعله الملك نديما له لا شأن له إلا أن يعبر الرؤيا فبدره بقوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قبل الملك وجعل نبي الله يوسف على خزائن الأرض ما تنبأ به يوسف وأخذه من الرؤيا أن الجذب بالديار وقلة الأمطار ستقع في بلاد مصر وما حولها وقع ذلك أصاب الجذب في الديار بلاد الشام بلاد فلسطين حيث يسكن نبي الله يعقوب وإخوته تسامع نبي الله وأبنائه بخبر ذلك العزيز الذي يحسن العطايا فبعث نبي الله يعقوب أبنائه وأستبقى بن يمين عنده لم يقع في خلدهم أن الذي يخاطبهم هو نبي الله يوسف وهو أخوهم عادوا مرة أخرى ورغبهم نبي الله في أن يعودوا إليه توني بياخل لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين سطاع الأبناء أن يقنعوا أباهم يعقوب أن يمن عليهم ببن يمين أن يرافقهم في تلك الرحلة لكن يعقوب أخذ عليهم عهودا ومواثيقة لم يأخذها منهم عندما أخذوا أخاهم يوسف معهم في زمن صباح قبل أربعين عاما من هذا الحدث تقريبا وأوصاهم قائلا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وأخبرهم أنه سبب يأخذ به وأن الأمر كله بيد الله وأن التوكل لا ينبغي أن يكون إلا عليه سبحانه وتعالى ضم نبي الله يوسف أخاه يعقوب إليه ثم أتى بمسألة فقد الصواع الله يقول كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يعود الإخوة إلى طبعهم إن يسرق فقد سرق أخذه من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدئ لهم عاد بعض الأبناء إلى بئم أخبروه الخبر فما زاده الأمر إلا شدة وتذكر يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ثم أمرهم أن لا يأس من روح الله فعاد الأبناء أبناء يعقوب إلى أرض مصر يستعطفون العزيزة وهم لا يعلمون أنه أخوهم يوسف فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يلزي المتصدقين هنا بدأ يوسف يميط اللثام عن شخصه فأخبرهم متسائلاً عما كان منهم إذ أنتم جاهلون هنا تنبه الإخوة ويقول بعض العلماء إنهم ما عرفوه إلا عندما نزع التاج عن رأسه عليه السلام قالوا أإنك لأنت يوسف فالهمزة الأولى للإستفهام قالوا أإنك لأنت يوسف هنا بيت القصيد الذي نريد أن نتحدث عنه هم يعلمون أن بن يامين أخوهم ولا يجهلون هذا البته وإن كان هذا الذي يكلمهم يوسف فإن بن يامين أخوه قطعاً وإن لم يكن هذا يوسف فلا نسب يربط بن يامين معه فالسؤال إنما كان استفهاماً عن شخص هذا الذي يتحدث معهم عن هذا العزيز الذي وقع لهم معه ما وقع قالوا وإنك لأنت يوسف في غير القرآن كان المفترض أن يجيب نبي الله فيقول أنا يوسف ولا حاجة لأن يقول وهذا أخلي ولا يمكن أن تأتي هذه الزيادة من يوسف ويذكرها القرآن إلا لمعنى عظيم يعلمه من علمه من علمه ويجهله من جاهله قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أعظم ما يمكن أن يحتميله معنى قوله وهذا أخي هو لم يقل أنتم لستم إخوتي وفي الوقت نفسه لم يقل وأنتم إخوتي لكنه قال أنا يوسف وهذا أخي والمعنى هذا أخي حقا لم يصبني منه أذى وإنما سكت عنهم فولا ستعوا أن يقول نسبا إنهم ليسوا إخوته وما أراد أن يفرحهم بها ويقول وأنتم إخوتي حتى يذكرهم بمعصيتهم وبخطيئتهم معه وهذا عتاب منطون غير ظاهر عتاب خفي أراد به أن يوصل العتاب إلى إخوته من غير أن يتلفظ به وهذه منزلة عالية في تأديب الغير قال أنا يوسف وهذا أخي فإن صنيعكم بي ليس صنيع أخي بإخوته ما صنعتمه معي لا يمكن أن يصنعه إخوة كبار بأخيهم الصغير ولهذا لم يقل وأنتم إخوتي في نفس الوقت قلنا تأدبا وبعدا عن الكذب لم يقل وأنتم لستم إخوتي لكنه لما عين أخا دونهم كأنه يلاطفهم بالعتاب قال أنا يوسف وهذا أخي ثم قال قد من الله علينا إن الإنسان حين يتتنزل عليه النعمة إذا كان لا يذكر أحدا قبل الله فقد عرف أن النعمة من الله حق فالإنسان كما أنه عند المصيبة أول ما يسمع الخبر عنها أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى كذلك الإنسان عند حدوث النعمة ينبغي أن يحمد الله جل وعلا ويبادر إلى القول بحمد الله عرفانا منه أن هذه النعمة ما كانت لتكون لولا فضل الله العلي الكبير قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ثم حثهم على أخلاق بها تستدروا نعمة الله بها تستدروا نعمة الله قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المهسنين متى ما تخلق الإنسان بالصبر ولزم التقوى فإنه سيصبح قد تعرض حقا لرحمة الله لنعمة الله لفضل الله لإحسان الله قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المهسنين هذا ما كان حول المفهوم العام للآية وقد ذكرنا أننا سنتحدث عن الأخي الأخ كل مشارك لك في أحد سببي الولادة أو كلاهما هذا يسمى أخ وثمت أخوة من الرضاع لعموم قول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرق من النسب ويتنقسم أي الأخوة في النسب إلى أقسام ثلاثة إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم الآن سنتحدث فقهياً عن الميراث للإخوة الأشقاء وللإخوة لأب وللإخوة لأم الناظم الفقهي يقول لما ذكر الوارثين من الرجال وهم عشرة قال والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن لكن الأخ لأب والأخ الشقيق يرثون تعصيب والأخ لأم يرث فرضا والأخ لأم يرث فرضا الله عز وجل قال وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله هذه الآية في قولي عز وجل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أجمع العلماء على أن المراد بها الإخوة لأم الآن مما هو مأروف شائع ذائع بين الناس وهذا من الخطأ أنهم يطلقون في قضية حظ الذكر والأنثى في الميراث فيعتقدون أن كل ذكر وأنثى إذا اجتمع فإن للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في الأولاد قال الله عز وجل يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لكن الإخوة لأم حتى لو كانوا ذكرانا وإناثا يعني بعضهم ذكور وبعضهم إناث فليس للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الله عز وجل قال فهم شركاء في الثلث والشراكة تقتضي التسوية الشراكة تقتضي التسوية وهذا أمر بيّن فلو فرضنا أن امرأة توفيت وتركت زوجا ولم تترك أبناء ولم تترك أبن وتركت أمّا وتركت إخوة لأم وتركت إخوة وأخوات لأم يعني سين من النساء توفيت وليس لها ولد ليس لها ذرية فزوجها كم ينال ينال النصف لأن ليس لها فرع وارث إذن نصف الترك الآن ذهب والأم كم لها لها السدس لماذا لها السدس لوجود الإخوة فالإخوة نقل أمهم من الثلث إلى السدس كم بقي من المال بقي من المال الثلث هذا الثلث يوزع ما بين الإخوة والأخوات بالتساوي يوزع يقسم ما بين الإخوة والأخوات بالتساوي ولا يقال ها هنا للذكر مثل حظ الأنثيين لأن رب العزة قال وهو أعلم فهم شركاء في الثلث والشراكة تقتضي تقتضي التسوية هذه المسألة تفرعوا عنها أمر ما زال أهل العلم يختلفون فيه إلى اليوم لو قدرنا أن هذه المرأة التي توفيت عن زوج وعن أم وعن إخوة وأخوات لأم تركت كذلك أخا شقيقا أخا شقيقا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر الآن عندما نريد أن نلحق الفرائض بأهلها نعطي الزوجة النصف لعدم وجود الفرع الوارث كما بينا ونعطي الأمة السدس لأن الإخوة نقلوا أمهم من الثلثين للسدس ونعطي الإخوة لهم لأنهم أكثر من واحد نعطيهم الثلث لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فالتركة إذا ذهب نصفها وذهب ثلثها وذهب سدسها لم يبق منها شيء إذن هذا الأخ الشقيق لا ينال شيئا لا ينال شيئا لماذا؟ لأن الفروض استوفت التركة وهذه مسألة عرضت شبيهة لها على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فأفتأ بما قلناه قبل قليل في عامه الأول ثم وقع قريبا منها في العام الذي يليه لكن الإخوة الأشقاء اعترضوا على قسمة أمير المؤمنين عمر وقالوا له الكلمة الشهيرة هب أن أبانا كان حجرا في اليم هب أن أبانا كان كذا وذكروا دابة من الدواب فيقال إن أمر عاد عن قسمته وأعطى الأخ الشقيق مع الإخوة لأم مع أن التركة في الأصل قد استوفت الفروض من هذا الباب اختلف العلماء وما زالت القضية قضية خلافية إلى اليوم لكنك ينبغي أن تفهمها بمفهوم واسع كيف بمفهوم واسع؟ أنه قد يحصل شيء أكثر من ذلك فمثلا لو أن أحدا من الناس مات وترك إخوة لأم وأخا شقيقا وليس له أحد يرث غيرهم فنعطي لإخوة لأم الثلث شركاء فيه وما بقي وهو الثلثان كله يعود للأخي الشقيق لأنه عصبة له ولا بد عند فقه الشريعة أن يقرأ الأمر من جميع نواحيه نحن حول قول الله عز وجل حكاية عن الصديق يوسف قال وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بينا الأخوة في المراث بقي أن نتحدث تاريخيا عن الأخوة سنذكر نماذج عبر التاريخ عن أخوين كان بينهما من الأخوة الشيء الكثير هذا إن شاء الله تعالى يكون بعد الفاصل الحمد لله وبعد هذا برنامجكم الباقيات الصالحات ونحن في الجزء الثاني منه ولقاء اليوم يحمل عنوان وهذا أخي وقد تحدثنا عن المعنى الإجمالي للآية ثم تحدثنا عن أحوال الأخي في المراث حول قول النظم والأخو من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وعدنا أن سنتحدث عن الأخوة التاريخية سنبدأ بالعصر الجاهلين نبدأ بكليب واخيه مهلهل كلاهما من ربيعة وأنت تعلم أن العرب ينقسمون إلى جذمين رئيسين ربيعة ومضر ومنها جاء المثل المشهور كاذب ربيعة هو لا صادق ومضر فالنبي عليه الصلاة والسلام من مضر كليب أخ للزير سالم المعروف بمهلهل ربيعة وكان مهلهل ربيعة شغوفا بحياته الخاصة في حين أن كليبا اعتلى على قومه وأصابهم من العزة ما أصابه حتى ملئت القلوب شحناء عليه والناس إذا تركوا تملأ قلوبهم الشحناء لا بد أن يأتي يوم عليهم يخرجون ما في قلوبهم كتب الله أن كليبا يضرب بسهمه ناقة لامرأة يقال لها البسوس أو أن الناقة اسمها البسوس جملة القول أن تلك الناقة كانت في جوار رجل يقال له جساس غضب جساس عمد إلى كليب يستفهم عنه لكن كليب لكن كليبا بقي على أنفته فلم يجبه ولم يعره بالا ولم يحفل به ولم يغلب على ظنه أن ما في قلبه من الغل عليه سيقول به إلى أن يقتله وقع القتل قتل جساس كليبا هنا أظهر مهلهر ربيعا من الأخوة ما لا عدل له غالبا إن كان في شعره أو إن كان في مشاعره أو إن كان في حربه نحن الآن لسنا بصدد تقويم صنيع كليب أصاب أو أخطأ نحن نتحدث عن عصر جاهلي لا يرجو أهله جنة ولا يخافون نارا لكن نتحدث عن مشاعر مهلهر ربيعا نحو أخيه كليبا كأن إذن عن ناعي كليبا تطاير بين جنبي الشرار خذ العهد الأكيد على عمري بتركي كل ما حوت الديار فيذكر كيف أنه سيخلى عن أشياء كذر حتى يستطيع أن يأتي بثأر كليب وقد فعل وأجاد ويقول نبئت أن الدار بعدك نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس وتشاور في أمر كل عظيمة لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا ويقول في أبيات أخر على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخضور وما زال ينشد الأشعار ويركب أهوال الحرب يريد أن يثأر لأخيه ولم يشفي غله ولم يرح نفسه كثرة من قتل من بكر مما أدى إلى أن تدوم الحرب أكثر من أربعين سنة كما قال جمهور المؤرخين نحن هنا بصدد الحديث عن تلك الأخوة ما بين كليب ما بين أخيهم والهل في الإسلام يأتي أخوة عمر بن الخطاب مع أخيه زيد رضي الله عنهما وثمت مفارقات تاريخية ربما غابت زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر ومات شهيدا في اليمامة أي أنه استشهد قبل أخيه عمر ولهذا كان عمر يقول سبقني إلى الحسنين يقصد سبقني إلى الإسلام فإسلام زيد كان مقدما على إسلام عمر وسبقني إلى الشهادة فعمر كان يعلم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنه أي عمر سيموت شهيدا فيخبر أن أخاه الذي سشهد في اليمامة قد سبقه إلى الحسنيين إلى الإسلام في أول الأمر وإلى الشهادة في تالي الأمر وآخره زيد رضي الله عنه أرضاء شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدراً والمشاهد كلها وكان بائن الطول أسمر ويقال إنه في معركة بدر أعطاه عمر رضي الله عنه أرضاه درعه فقال زيد مجيباً أخاه عمر إنني أريد من الشهادة كالذي تريد يعني تعرض نفسك أنت للقتل حتى تموت شهيداً فأنا كذلك أريد الشهادة فتركاها الدرع جميعاً فلم يلبس عمر ولم يلبس زيد رضي الله تعالى عليهما الدرع يوم أحد وقد كان عمر يحبه حباً شديداً فكان يقول والله ما هبت الصبا إلا وجدت ريح زيد والله ما هبت الصبا إلا وجدت ريح زيد ولما بكى متمم بن نويرا أخاه مالكة في أبياته الشهيرة وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفارقنا كأني ومالكة لطول اجتماع لم نبت ليلة مع ولما أنشد بين يدي أبي بكر نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يبن الأزور إلى آخر الأبيات كان عمر رضي الله عنه أرضاه يتمنى لو أنه يقول الشعر في أخيه زيد كما قاله متمم في أخيه مالك فقال متمم لعمر والله لو أن أخي مات كموتة أخيك ما رثيته فيقال إن عمر أجابه والله ما عزني أحد بمثل ما عزيتني به لأن الجواب كان جميلا لو أعلم أن أخي مات مثل أخيك لما بكيته لأن موت مالك كانت قضية خلافية إلى اليوم تاريخيا هل مات على الإسلام أو الأمر كما ظنه خالد الذي أمر ضرار بن الأزور أن يقتل مالك ونحن لا نريد أن نخوض في هذه القضية لأنها شائكة جدة لكننا نتكلم عن الأخوة التي كانت ما بين زيد بن الخطاب وأخيه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه وكيف كان عمر محبا لأخيه زيد كذلك عندما تذكر الأخوة تذكر أخوة صخر مع الخنساء فالخنساء رضي الله عنها أجادت كثيرا في رثاء أخيه صخرا رغم في رثاء أخيه صخر رغم أن صخرا لم يكن أخا شقيقا لها لها أبياتها ورأيتها الشهيرة قدم بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإن صخرا إذا نشت لنحار وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار والقصيدة أطول من ذلك وقد مرت معنا كثيرا لكن المراد بيان الأخوة التي كانت بين صخر وأخته الخنساء الأخوة كلما تجملت بالإحسان والإجلال والعطاء ومعرفة القدر وإقالة العثرة كانت أعظم مشاجا وأشد وصالا وأرغب في بقائها وليست كل أخوة نسب تبقى كما أن الإنسان قد يعطى من الله أخا تقول عنه العرب رب أخلك لم ترده أمك فقد يحظى الإنسان بصديق فيه من معاني الأخوة ما قد تقل في أخوة النسب والعربي الأول يقول إن أخاك الحق من كان معك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك وإن كانت العرب في منظوم كلاميات استبعدوا أن يكون هناك صديق أن يكون هناك صديق وفي يقول قائلهم لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي وهذا من مبالغات العرب في الكلام وإلا يوجد بلا ريب ولا شك أصدقاء أو فياء وإن كانوا قلة الله أز وجل قال عن أهل النار لما ذكر حالهم فيها قال إذ نسويكم برب العالمين إلى أن قال من شافعين ولا صديق حميم فذكر الشافعين بصيغة الجمع وذكر الصديقة بصيغة الإفراد لقلته وهذا مما تعرفه العرب في كلامها المقصود بيان الأخوة قد تنتقل الأخوة في المعنى إلى معنى آخر قد يصطلح بعض البلاغيين على تسميته بمعنى المجازي الله عز وجل قال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها فالجامع بين الآيات الذي جاء القرآن يصف أن كل آية أختا للأخرى يقصد معنزات الأنبياء قال العلماء الإبانة والصدق فكل تلك الآيات التي بعث بها موسى عليه السلام إلى فرعون ظاهرة بينة وهي في نفسها تأتي بالصدق وفي نفس الوقت تأتي بالمعجزة محال على فرعون أن يأتي بها وإياة تسع الله عز وجل قال في تسع آيات إلى فرعون وقد جاءت مفصلة في كتاب الله قال الله عز وجل في الآراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فهذه آيتان وخمس ذكرت متتابعات فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات بينات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين هذه السبع يضم إليها الآيتان العظميان العصى واليد قال الله عز وجل قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فالآيتان الكبريان العصى واليد وماذا تتبعها السبع المذكورة في صورة الأعراف ومما ينبغي أن يقف الإنسان عنده قول الله عز وجل فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فالطوفان شدته لا يجعله أحد والذفدع ضعفه لا يجعله أحد فكيف صار الظفدع والطوفان في مقام واحد إن الله عز وجل إذا أراد للضعيف أن يقوى قوي وإذا أراد للقوي أن يضعف ضعف لكن الله هنا لم يجعل الطوفان ضعيفا وإنما جعل للضفادع قوة حتى أصبحت من الأذى ما لا يحتمله الناس وحتى عدت كالطوفان في ظهورها على قوم فرحون فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين آيات مفصلات ربما قرأتها في الأول بينات لكنها مفصلات فكونها آيات أنها خارج عن المألوف مفصلات أي أنه يتبع بعضها بعض ولم تكن كلها في وقت واحد هذا استطراد حول قول الله عز وجل وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وهذه الآيات استطراد لحديثنا عن قول الله عز وجل وهذا أخي يوصى كل أحد بأخيه وليعلم أن في تلاحم الإخوة قرة عين للوالدين لأنه ما من والد ولا من والدة إلا ويحب أن يلتئم حال أبنائهم وبناتهم وهذا من صلة الرحم التي جاء شرع الله عز وجل بها والإنسان يلتمس رضا والديه في إرضاء إخوته ومن حول إخوته هذا والعلم عند الله الحمد لله هذا برنامجكم الباقيات الصالحات وهذا الجزء الثالث منه في لقاء اليوم وعنوان اللقاء وهذا أخي وهو مقتبس من الآية الكريمة قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذا أردنا أن نفقها الآية مقرونة بالشعر العربي فإن العربية يقول وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التفضل ولا ريب أن نبي الله يوسف رزق حظا عظيما من الصبر ثم رزق بعد ذلك عاقبة حسنة فأولئك الذين بالأمس كانوا يعادونه ويعتمرون عليه تراهم عند قدميه يقولون فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يلزي المتصدقين ثم لما أخبرهم عن نفسه قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين لكنه كان رجلا عظيما فقال كما أخبر الله جل وعلا عنه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين العفو عند المقدرة من أعظم خصال الكرام وأهل السؤدد الذين يطمعون ويطمحون إلى المعالي وينشدونها ولذلك كان الأخطل يمدح بني أمية بقوله شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا يعني إذا بلغوا الأمر ونالوه وأصبح الأمر تحت أيديهم كان فيهم من الحلم والعفو الشيء الكثير والأخطل كان شاعر بني أمية وهذا البيت من مآثيره الكبار في مدح عبد الملك من مروان وأترابه وأتباعه من بني أمية وكان بني أمية يجعلون للأخطل على نصرانيته حظوة كبيرة عندهم لأنه كان ينافح عنهم والمقصود كيف أن نبي الله عز وجل يوسف عفى عن أولئك الإخوة بقوله قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم انتقل من هذا الأمر إلى أمر أعظم وهو مواساة أبيه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين والقميص كان حاضرا جدا في خبر نبي الله يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ذهبوا بالقميص الله يقول ولما أي حين فصلت العير خرجت من أرض مصر ميممة إلى الشام لما كان ذلك قالوا إن الصبا استأذنت ربها أن تخبر يعقوب بالبشارة قبل وهذا من كرامة أولياء الله عز وجل على ربهم في أن الله عز وجل يجعل على يديهم أشياء لا تكاد تخطر على بالي أحد ولما فصلت العير قال أبوهم أيعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تنسبونني إلى الخرف تجعلون قولي قولا مفندا متروكا لا يعبأوا به لولا أن تفندون ما زالوا على حالهم حتى آل الأمر به إلى ما كان أخبر الله عنه نعم الأخت أم صالح من ليبيا تفضل يا أم صالح نعم نعم لو سمحت يا شيخ بالنسبة لثلاث أسنين على السريع السؤال الأول بحق حالة هيبيا الآن نعم الصوت لو ترفعينه قليلا الوقت شهد من العين تفضل يا أختي شهد ألو السلام عليكم عليك السلام كيف حالك يا شيخ الحمد لله ألو نعم يسأل يا أختي شهد تفضل لو سمحت بدي أسأل عن قريقة قراءة صورة ياسين لقطاء الحاجة وإيهما أفضل في القراءة صورة ياسين أو صورة يوسف وإذا سمحت يا شيخ أنا محتاجة رقمك خاصة وإندي سؤال شخصي ومحتاجة إذا ممكن إن شاء الله يعطوك الهاتف بسورة ياسين أو صورة ماذا يوسف كلاهما لها باب سورة يوسف تخبر عن نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا وكيف بآله به الأمر بعد أن تحلى بالصبر ورزق التقوى من قبل سورة ياسين تخبر عن ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من أذى قومه في أول السورة ثم تخبر عن خبر ذلك العبد الصالح الذي نصح قومه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ثم تخبر عن فضل الله عز وجل على كثير من خلقه وما سخره الله عز وجل لعبادي وآية لهم الأرض الميتة وحييناها ثم تخبر عن قدرة يعني تختتم بقدرة الله جل وعلا أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فليس في تلاوة القرآن شيء من التنازع نقرأ يوسف نقرأ ياسين نقرأ غيرهما من الصور نعم وسامة من رأس الخيمة السلام عليكم ورحمة الله السلام حياك الله أخي وسامة شيء عندي سؤال عندك الله خير نعم السؤال الأول تفسير الآية إن الذين جاءوا بالإفكي عصفة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم نعم والسؤال الثاني بخصوص المضمضة والانتنشاق عند الوضوء هل يتم الوصل بينهما أم الفصل وجزاك الله خير أما قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفكي عصفة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم تتحدث هذه الآيات وما بعدهن من آيات قرابة 16 آية عن خبر الصديقة أم المؤمنين المبرأة الطاهرة عائشة رضوان الله تعالى عليهم فالإفكي أعظم الكذب لأن فيه قلب الحقائق فهذه المرأة الجليلة السيدة العظيمة رضوان الله تعالى عليها إنما محلها محل الطهر والعفاف والكمال والنزاهة فكيف ترمى بما يتعفف عنه الحرائر في كل زمان ومكان ثم إن الله عز وجل أخبر أن ثمة ما يعود على الأمة ويعود على عائشة ويعود على أبيها ويعود على المجتمع المسلم من فوائد وعوائد خيرة رغم هذا المصاب الجلل فكم من منحة في طي محنة وكم من عطية في طي بلية والإنسان لا يدري أين الخير والأمور بعواقبها نعم بقيت أم المؤمنين شهرا من الأسى والحزن لكن انقلب ذلك بحمد الله إلى خير فقد برأه الله عز وجل بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون أي مما يقوله أهل الإفك فيهم أما المضمض والاستنشاق وهذا خلاف بين العلماء لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه والأمر فيهما واسع من وصلهما بغرفة واحدة لا حرج وفي السنة ما يدل عليه ومن فصل بينهما فلا حرج ففي قوال الفقهاء ما يذهب إليه والعلم عند الله يا أخي أسانا الأخ أحمد من ألمانيا السلام عليكم عليك السلام يا أخي أحمد كيف حالك شيخي؟ بخير من الله وعافية والله أني أحبك في الله يا شيخ أحبك الله يا أخي الغالي شيخي عندي سؤال عندي طلب تفضل بالسؤال والطلب السؤال الأول في الآية عن سيدنا نوع تلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين إلا خمسين عاما كم المدة بالضبط؟ 950 سنة والألف خمسين سنة؟ نعم طلب الثاني لو تكرمت عليه شيخي بس مشان ما أستعدي مشان المتصلين بدي رقمك الشخصي لو سمعت لدي موضوع جدا نروري لعل الإخوة الكرام في الإدارة يعطونك الهاتف الشخصي أخي أحمد قال الله عز وجل في سورة العنكبوت عن نبيه وعبده نوح فلبث فيهم أي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما والمعنى لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى الله ألف إلا خمسين يدعوهم إلى الله وقد كان عاش قبلها أعواما قبل أن ينبأ وعاش بعدها أعواما بعد أن نجأ لأن الله قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ثم قال فأنجيناه وأصحاب السفينة فذكر الله عز وجل نجاة نبيه نوح وأصحاب السفينة الذين معه بعد أن لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ولهذا يتحرر المعنى ولكن الله لم يقول تسعمائة وخمسون عاما حتى يظهر الألف وقعه على القلب على النفس أكبر على السمع أشد حتى يظهر معاناة نبي الله جل وعلا نوح مع قومه عليه السلام الأخ محمد من العين فضل يا أخي محمد الأخ محمد من العين لم يتيسر له الوصول وكذلك من قبله أختنا أم صالح من ليبيا انتهينا إلى ما كان من أمر أن ريح الصباة استأذنت ربها إلى نبي الله جل وعلا يعقوب ثم إنه علم أن ابنه يريد أن يلقاه فأخذ بنيه بقدر الله ودخلوا مصر في ركب عظيم ومحفل جزيل وخرج نبي الله يوسف استقبلوا أباه وإخوته قال الله عز وجل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوئه على العرش إكراما لهما وإجلالا وجعل إخوته دون ذلك لكن الجميع اشتركوا في تعظيمه قال الله وخروا له سجدا نعم الأخت وفاء من أبو ظبي السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله السلام عليكم يا شيخ وعليك السلام حياك الله والله نبي نسألك علي عايزة نبي نسألك علي بنتي كانت هامل في الشهر الخامس نعم هلو أسمعوك بنتك حامل في الشهر الخامس بعد ذلك بعد كده هدي راحت الدكتور فلما شفها الدكتور قالها العيل غير طبيعي ومتشوه ومش عارفة شيني فقالها لازم تنزليه هلو نعم اسمعوك أكمل يا أختي فقالها لازم تنزلي هذا العيل فنزلاته هي وقوزها يعني موافقين على كلام الدكتور ونزلته هل يعني حرام ولا مش حرام ما كانوا ينبغي لهما أن يصنع هذا أثم بهذا الصنيع مدامة الروح فيه قد نفخت فلا يجوز شرعا ولا يحق لهما أن يخرجاه بطوعهما فإن في إخراجه قبل ذلك إماتة له فالدكتور لم يكن ناصحا الطبيب لم يكن ناصحا وما كان ينبغي على الزوجين أن يقبل هذا أي كان حال ذلك الجنين وعليهما التوبة والاستغفار لله جل وعلا نسأل الله الأخ محمد من السودان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم طلاق الغضبان طلاق الغضبان طلاق الغضبان طلاق الغضبان حاليا في طلقة الثالثة كان بعد ثمانية سنوات لكن الأولى في السنة الأولى يعني يا أخي الكريم هو من شوف طلاق يعني هي كان يعني مدت يدع عليك يا أخي محمد نصر لحنا طلاق لفظة طلاق يا أخي محمد هذا الكلم من الصعب لإجابة عليك بفتوى عين عبر الهاتف وأنا لم أسمع منها ولم أسمع منك جيد أن العلماء يختلفون في إقاع طلاق الغضبان أولا يختلفون في الغضبان نفسه إلى أي مرحلة فالغضب درجعت فأحيانا يصل الغضب بالمرء أنه لا يدري ماذا قال أو يكره على الكلام كرها عجيبا بمعنى أن من يقابله يستفزه استفزازا لا يملك الرجل أن يقف أمامه فهذا الطلاق يقول بعض أهل العلم أنه لا يقع لحديث لا طلاق في إغلاق يروى بالمعنى يروى باللفظ يصحعه البعض لا يراه البعض لكن للمسألة يصل فأنت تذهب إلى من تثق بعلمه ودينه وأمانته وورعه عندكم في السودان وتخبره الخبر ومعك زوجتك ومعك عصبتها أهلها ذوها ويسمع منك ذلك الشيخ ثم إن شاء الله عز وجل يفتيك غالب من عجمان تفضل يا أخي غالب أهلو السلام عليكم عليكم السلام أحبك بالله يا شيخ صالح أحبك الله يا أخي غالب شيخ صالح عندي زوجتي عندها ضمور في المخ نعم سامعني ولا لا نعم سامعك أيه والسلام اللي طافت بالنسبة لرمضان يعني ما تصامت تمام صراحة بالنسبة لرمضان يعني كي تشرب مي أحيانا تنسى فمش عارب بعض الأيام تكون كملت فيها معنا وبعض الأيام لا أولا سأل الله عز وجل أن يشفيها كيف إدراكها يا أخي غالب ها إدراكها إدراكها فهمها إدراكها ما في مضيع حتى ما تعرفنا أننا في البيت حيانا ضيع فينا إذا كان كذلك هذه لا يلزمها تكليف لا يلزمنا الصلاة بعد نفسها حتى الصلاة يعني يا أخي حبيب في مثل هذه الحالة إذا صامت فالحمد لله وإن لم تصم فالحمد لله ولا شيء عليها وإن صلت فالحمد لله وإن لم تصلي فالحمد لله ولا شيء عليها العقل مناط التكليف العقل مناط التكليف فمتى كان الإنسان يغيب عقل مثل هذا المرض يسأل الله أن يلبسها العافية وردها حسنا إما كانت فإن لا تكلف شرعا ولا تؤخذ ولا تحاسب وليس وراء ذلك كفارة ولا إطعام ولا قضاء ولا شيء من ذلك البتة أسأل الله عز وجل أن يعينك ويعينها ويعين أولادكما الأخ عبدالله من المغرب فضل أخي عبدالله السلام عليكم عليك السلام حياك الله كذلك الشيخ صالح الله يحييك الله يباك فيك أسألك سؤال الله يجبك شيخ صالح تفضل كنا عرف رحل السيد كيف يفرد بزاف الصلاوات الخمس يعني كيف يفرد بزاف كل صلاة وهو الحمد لله ما كانش قاري وقرع مزيان تقرأ القرآن وذلك شيء يعني حاول تبسط لي السؤال أكثر نعم لما فهم السؤال جيدا الصلاوات الخمس ما بها يعني سيد السيد كي يصلي وكي يزاف الصلاة يعني تترك كثيرا من الصلاة وتسلي كثيرا من الصلاة نعم تبكي في الصلاة نعم يعني شوف إذا كان له يعني وجود أصل البكاء نعمة فالله عز وجل قال إذا تطلع عليه مايات الرحمن خر سجدا وبكيا لكنه إذا غلب بكثرة حاول أن تمسك نفسك كثيرا الخشوع شيء محمود خاصة إذا كنت لوحدك وتبكي لوحدك فهذا حسن فإذا كنت لوحدك فقرأ ما تيسر حتى لو صاحب ذلك بكاء لكن حاول قدر الإمكان أن لا يغلب على قراءتك فيذهب أثرها في نفسك ولكن الإنسان يمر أحيانا على بعض آيات القرآن يعني يوجد بعض الناس يمر على آيات القرآن لا يستطيع أن يقف عندها إلا باكية هذا تغبط عليه تحمد علينا صلى الله عز وجل أن يزيدك من الخشوع والخضوع والسكينة له الأخت فاطمة من أبوظبي سلام عليكم فضلك الشيخ عليك السلام هيا كل أختي فضل يا أخت فاطمة لو سمحتم عندنا آيتين ممكن تفسرها يا شيخ الآية الأولى وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم نعم والآية الثانية فمن كان يرجو يقال الله فإن أجر الله لا آت نعم هذا في سورة يونس اختلف في معنى قول الله عز وجل قدم صدق فسر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذخر لأمته فرطا لها وفصل بالعمل الصالح وهذا أقرب وفسر بغير ذلك ومن كان يرجو لقاء الله والمعنى من كان يعمل على يقين بلقاء الله فإن أجر الله عز وجل ولقاءه حق لا بد منه فيوفيه الله جل وعلى ثوابه بسؤال لغة فاطمة نصل معكم إلى ختم لقاء هذا اليوم المبارك سيرنا الله عز وجل أن يزدنا وإياكم هدى وتوفيق وسداد وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر